موسيقى سهل الخير وأهلا بكم إلى حوار الساعة أما وقد أحكمت السلطة الأمنية قبضتها على كرداسة في مصر بعد مواجهات أفضت إلى اعتقال العشرات ومقتل مساعد مدير أمن الجيزة أصبح واضحا من دون مواربة أن الجيش المصري مصر بالقوة على القضاء على كل بؤر التوتر الخارج عن سلطة الدولة العمليات الأمنية التي يقضها الجيش المصري في سيناء والمدن التي تؤيد وتناصر الإخوان المسلمين وتطالب بعودة الرئيس محمد مرسي إلى الحكم ترسم الكثير من علامات الاستفهام خصوصا أن التمرد الذي تحتويه هذه المدن يكشف عن تسلح متطور ومتقدم هذا الأمر دفع بالكثيرين إلى السؤال عن احتمال عودة مصر إلى مرحلة التسعينيات يوم كانت المواجهة بين الدولة ومجموعة من الإسلاميين في أوجها أو هل أيضا تتكرى سيناريوهات عربية دموية على الأرض المصرية كما يحصل في العراق مثلا هذه الأسئلة الأمنية العسكرية كلها تترافق مع مصار سياسي حدثته القيادة العسكرية لقي مؤخرا تجيعا من الإدارة الأمريكية وهذا التجيع عبر عنه عبر اتصال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل بوزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي الذي هو أيضا يراه كثيرون رجل مصر القوي حاليا ويدفعون إلى ترشحه لرئاسة الجمهورية نناقش الليلة إذن التطورات المصرية بكل انعكاساتها وأوجهها الأمنية والسياسية ونستقبل معنا هنا في الاستوديو دكتور مجد حمد وهو رئيس مجلس أمناء الجامعة اللبنانية الدولية أهلا بك دكتور مجد حمد وسيشاركنا أيضا في الحوار من القاهرة اللواء ممدوح زيدان وهو خبير في إدارة الأزمات أهلا بك دكتور ممدوح وأبدأ معك دكتور مجدي حمد أو بالأحرى قبل أن نبدأ في هذا الحوار سنذهب إلى تقرير مشاهدين يعرض لما حدث هذا اليوم في الكرداسة وكيف كانت العملية العسكرية التي أفضت إلى السيطرة عليها بالكامل نشاهد عملية أمنية خاطفة استيقظت عليها مدينة كرداسة السياحية بمحافظة الجيزة فرق مقاتلة من الجيش والشرطة مدعومة بعشرات المدرعات داهمت القرية وأحكمت قبضتها عليها بترحيب حار استقبلهم الأهلي فالتواجد الأمني غاب عن قريتهم منذ سيطرة مسلحين عليها على خلفية فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق بميداني رابعة والنهضة احنا صحينا الساعة حوالي ستة كده على عربيات دخلة من هنا من عندنا وقوات أمن ستة وربع سمعنا أن اللواء فيه قناص ضربوا في جنبه فوقع في الأرض مات وبعد كده حص اشتباكات بين القوات وبين الجماعة الإرهابيين مداهمات من بيت إلى بيت لتطهير البؤر المسلحة وتعقب من تورطوا في مثبحة قسم شرطة كرداسة وسحل ضباطه قبل نحو شهر مداهمات أسفرت عن اعتقال عشرات المطلوبين ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة لم تمر عملية مداهمة كرداسة دون خسائر بشرية هنا في مستشفى الشرطة يرقد مصابو مواجهات كرداسة بين الحياة والموت هنا يسارع الأطباء لإنقاذ حياة هؤلاء الجنود والضباط المتهم يعني اللي كان مطلوب يعني ضبطه رمى كنبيلة من الدور الأول على القوات اللي كانت تحت فطبعا كنبيلة كانت محلية الصونة فكان فيها شزايا عبرها مسامير وصواميل ويعني برادة حديد وكده فقدت لإصابات عديدة يعني في القوات اللي كانت مشتركة في المؤمورية أول وضحايا مواجهات كرداسة كان اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة ووقف جنب بلده الآخر لحظة كانش بيقعد معانا كان عاد في شغله على طوال كانش بيقعد معانا خالص جيش شافنا وسلم علينا وماشي هقول له تبعد شوي قال لي لعندي مأمورية فين مالكش دعوة تعد كرداسة معقلا لكثير من العائلات المنتمية للتيار الإسلامي إذ لجأ إليها كثيرون من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي للاختباء بها عقب فضل اعتصامهم في رابعة والنهضة أحمد مهران القاهرة الميادين إذن هذا كان ما حصل في كرداسة اليوم دكتور مجدي بداية ماذا أظهرت هذه العملية الأمنية في كرداسة يعني أين أصبحت مع التقدم ومع السيطرة على هذه المدينة أين أصبحت العملية العسكرية بشكل عام للجيش المصري طبعا هي تظهر بشاعة ما يقدم عليه الإخوانة للمسلمون من إشاعة الرعب في أنحاء البلاد من الأقصى للجنوب كما حدث من عدة أيام في صعيد مصر منطقة دلجة وامتداد ذلك إلى سيناء تكاد تكون معركة بين جيشين لأن تسليح الإرهابيين في السيناء وصل إلى سواريخ سام سبعة هذه كانت أخطر سلاحة استخدام الجيش المصري والسوري في حرب 73 ووصلنا إلى كرداسة التي كانت بتتماس بأنها منطقة سياحية فانقلبت إلى بقرة للإرهابيين لكن كان فيها أيضا تاريخيا مواجهات مع السلطة تاريخيا ينتمي عبود الزمر وطارق الزمر عبود الزمر اللي رتب لغتيال أنور السيدات ولسه خارج من السجن بقى له كم سنتين ثلاثة بالكتر لا خارج مع السورة بعد السورة مجلس العسكري اللي أفرج عنه بس كان انتهت مدية الحقيقة وللأمانة الرجل قال أنه أنا بطلت العمل العسكري وأنه الناس مش مقدرة حاج بالسجن يعني إيه يعني ما يشبه بين قوسين فكرة التوبة لكن طبعا الطيار الإسلامي الإرهابي عبر عن نفسه في ربع العدوية عندما أعلن الدكتور محمد البلتاجي أعلن أنه صراحة أن العمليات الإرهابية في سيناء ستتوقف بتعبيره في نفس الثانية التي يعود فيها مرسي إلى السلطة مرة تانية ونفس الثانية معناه أنه مش يحتاج حتى يعمل تليفون ما يلحقش يعمل تليفون معناه أن التواصل دائم بينه ومن العناصر الإرهابية في سيناء والغرابة هنا أنت مكدس كل السلاح دالي يعني أنت وصلت للسلطة في انتخاباتنا زيها دكتور مرسي في انتخاباتنا زيها وإلى حد بعيد حتى طلال المدني في مصر في الانتخابات بين مرسي وشفيق اتفق أب مرسي معهم على أنه يعمل كذا وكذا وكذا أنا مصر دولة مدنية إعادة تشكيل لجنة تأساسية لوضع الدستور أنه لن يوقع إليه على الدستور التوافقي ومضى فيه ما يسمى اتفاق فرمونت في القهرة لكنه غضر بهذا العحد ثاني يوم انتخابه مباشرة لكي لا نعود إلى هذه الحقبة ونركز حديثنا على العملية الأمنية أنتقل إلى سيد لواء محمود ممدوحفوان زيدان أعتثر سيد لواء أريد أن أعرف رأيك أيضا وأنت خبير كنت في الجيش المصري اليوم هناك استراتيجية يقودها الجيش المصري يتم الحديث عنها ونراها بأنه يتم تطهير البؤر الأمنية المتوترة منطقة بمنطقة يعني يتنقل من منطقة إلى أخرى في دلجا هناك عمليات تجريب في سيناء والآن في الكرداسة ماذا يمكن أن نقول يوم بعد هذه السيطرة على كرداسة أين أصبحت العملية الأمنية هل أصبحت الأمور أسهل أم أن البؤر الأمنية مازالت منتشرة وكثيرة في كثير من الزوايا والمدن في مصر القوات المسلحة المصرية هي جزء الأمن في مصر عندها قدرات معلوماتية قوية جدا وهي طبعا بترصد كافة البؤر الموجودة في مصر بالكامل على مستوى مساحة مصر تبلغ حوالي مليون كم مربع وتتعامل معها طبعا بخطة مدروسة وتتبقى للمعلومات المؤكدة التي يجي لها وتتبقى لأماكن التمركز نوعات التسليح الموجودة وطبعا هذه الخطط لا تعلن تفصيلا ضمانا لنجاحها ولا لسرية العملية وده شيء طبعا من مبادئ العمليات الخاصة بمكافة الإرهاب وطبعا ما حدث في كرداسة وفي درجة بيها ده من دمن المخاطط التي تنفيذ القوات المسلحة لكي تقضي بإذن الله ومجهود رجال القوات المسلحة والأمن ومساعدة الشعب المصري بالكامل على كافة هذه البؤر الإجرامية التي تزعمها جماعة الإخوان الإرهابية وطبعا نحن واثقين تماما في قدرات الجيش المصري والشرطة المصرية ومؤيدة بالنسبة 100% من الشعب المصري بالكامل أن دول أبناءه أبناء الشعب المصري ما منشقوا ما هيش قوات مرتزقة ولا قوات احتلال وعندنا خبرات سابقة في الثامنين والتسعينات للتعافل مع مثل هذه العمليات وطبعا هي مسألة وقت طبقا للتأكد علشان إحنا برضو بنحرص في قوات المسلحة المصرية على حياة الأبرياء فبالتالي بيكون حرصين جدا وده يمكن نفسر بعض الإصابات اللي بتحدث علشان إحنا ما نحبش أبدا يصاب إنسان بريء واحد وسط هذا العمل الإجرامي اللي بتكون به جماعات الإرهابية طب سيدة لواء يعني أنت تتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين ويعني وكأنها تسيطر على كل هذه الجماعات الإرهابية في سيناء وكل هذه الجماعات الإرهابية اللي بتعبس بالأمن المصري فعلا يعني كيف يمكن التأكد من أنها كلها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين كيف أنتم متأكدون من هذا الأمر طبعا جماعة الإخوان وهناك عناصر أخرى عناصر أخرى بتتعامل مع جماعة الإخوان طبعا الذي جعلنا تأكد الأحداث على الأرض الواقع والتصريحات اللي ظهرت والأشار عليها ضيف حضرتك المحترم الدكتور جمال دكتور مجد وطبعا واضحة جدا للعالم بالكامل يعني من تصريحاتهم في ربعة وفي غير ربعة وطبعا دامت أيام ومدة طويرة من الزمن زادت على الشهر وأفعالهم وكل ما انقبض عنهم وأفعالهم في ربعة وفي النهضة وإمام الحرس الجمهوري وفي كردازة وفي دلجة وفي سيناء في أماكن مختلفة وكل من تم القبض عليهم ومن تحقق معهم تأكد تبعيتهم لعناصر الإخوان أو الجماعات اللي هي متعاونة معها من جماعات إرهابية أخرى لأن كلهم بيسلكوا عقيدة واحدة وهي عقيدة العنف هو الوسيلة الأساسية لتحقيق الهدف وده الموجود ومكتوب في كتبهم هم اللي أخرجوها طيب مش إحنا بنقولها أو ندعي عليهم هذا ولون سوابق عندنا في مصر في التامينات والتسعينات وما بيتم هو جيل آخر من الجيل السابق تعلم من الأجيال السابقة وماشي على نفس الإطار طيب في هذا الإطار دكتور مجد الأخوان يقولون بأن ما تقوم به السلطة الآن هو لتبرير الحل الأمني يعني كله ربما يكون ادعاءات خصوصا بعد الانفجار أو محاولة اغتيال وزير الداخلية أن كل ما يحصل الآن هو نوع من عمليات مفتعلة لتبرير حل الأمني تجاه جماعة الإخوان ويعني لحلها ده طبعا نحطونه قدام مفارقة عبر عنها البعض أن وزير الداخلية أراد اغتيال نفسه لكي يبرر ما تسميه بالحل الأمني أولا الدولة المصرية ليست في حاجة لتبرير نمر اتنين في حالة توريق ويبتسمح بأنه السيطرة على أمن الناس الأمرياء للأولوية على أي شيء فمش محتاجين يخترعوا تفجيرات بهذا الحجم اللي تعرض لها وزير الداخلية ونجع الحمد لله عشان يبرروا أشياء أخرى ثم السؤال المركزي لماذا انفجرت هذه الأحداث الإرهابية وبهذا الحجم وفي أكثر من مكان بعد عزل دكتور مرسي نعم ولماذا قال الدكتور بلتاج هذا الكلام إلا إذا كان ده فيه تنسيق معه ده وكلامك فيما يتصل بأن هل كل دول إخوان لا طبعا الإخوان ومن يتطفق معهم في المبدأ وبصفة خاصة القعدة وبصفة خاصة حماس وطبعا حماس كل يوم تقولوا والله احنا ملناش مصلحة وملناش دقل وكلام بهذا المعنى لكن اللي يثبت ده أن فيه 1800 نفق حسب التعبير الدقيق اللي قاله سيدة عمر سليمان رحمه الله مدير المخابرات العامة وأننا نعرفهم بدقة وخصوصا أن مصر كانت تغدى الطرف عن هذا الموضوع وده قال أولي بالحرف في سنة 2002 الدكتور مصر الفئي كان مدير مكتب رئيس المعلومات قال نحن نغدى الطرف بس أننا كانت فتجاه واحد إلى داخل الأراضي المحتلة وقال نحن مصلحتنا نهز استقرار إسرائيل في أراضي المحتلة لكن بعد ذلك تبقى في الاتجاهين ودخلت كميات متفجرات لا يمكن تخيلها إلى الأراضي المشترية هذا ما كنت سأسألك عنه دكتور مجدي يعني المتحدث العسكري يقول بأن القوات المسلحة ضبطت يعني أنت تحدث عن سام سبعة قضائف هون صواريخ مضادة للطائرات ربي جي مدافع طلقات أسلحة أسلحة عيار كبير ألاف من الطلقات للأسلحة الصغيرة والألغام والقنابل يدوية ويعني قبضة على مئات من الجهاديين يعني كل هذه هذه الأسلحة من أين دخلت من الأراضي المحتلة كما أنت تقول أم أن أيضا مع أزمة ليبيا وما حصل تم تصدير كثير من السلاح والوصولة إلى أولا سوء السلاح بقت مفتوح في العالم وفي المنطقة يعني ما بقاش زي الزمان مثلا لو ضرب كلاشنكوف تقول لأسلاح سوفيتي ولو نضرب لو ضرب بعوزي نقول ده السلاح إسرائي لا ما بقاش السلاح مفتوحة وبصفة خاصة بعض الأحداث الدامية في عدد من الدولة العربية واللي تمتلك سمسة بعكات اليمن واليمن بقى السوق مفتوحة وليبيا فبدأ تصدير كميات ضخمة من السلاح وشراء كميات ضخمة من السلاح وتمركزها في سيناء لأن كان الهدف تحويلها إلى تورابور زي جاز التعبير ثم الأخطر من ذلك إلى هذه الدرجة إلى هذه الدرجة وخصوصا اللي بدخل حماس وغيره أن الكونجرس الأمريكي قال أنه عندنا وسيقة مضي عليها الدكتور مرسي وهو في السلطة وسيد خيرت الشاطر نعم 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 مقابل 8 مليار دولار نعم للتنازل عن 40% من سيناء لكي تكون إلى جانب غزة حلا لموضوع الدودة الفلسطينية الحديثة اللي بيزعها الرئيس مبارك رئيس السابق في اليوم السابع اللي بدأت ينشروها على حلقات في اليوم السابع التسريبات بيقول بالحرف النتنياهو قال له الجزء من غزة فالرئيس بالطريقة البلدية بتاعته قال له لنا ولا دخل مني يجرؤ على التنازل عن جزء عن جزء الأرض المسلمين من سؤال المرشد العام قالوا إيه المانع نحن نستضيف إخواتنا الفلسطينيين في أراضينا ثم أضاف ما هو دي كلها أراضي المسلمين لأن الهدف الرئيسي للإخوات المسلمين هو الخلافة الإسلامية في الخلافة تزوب والمسألة مش فقط هنا ده كمان في حلابو شلاتين رئيس موليسي راح السودان في زيارة قال لهم هنرجع لكم الحلابو وكاننا بتاعتهم أصلا هنرجعهم لكم ولما رجع مصر كده بالأول قال ما حصلش ثم نقب رئيس السوداني قال لا حصل أنا كنت تحدث عن موضوع سناء في الأبعاد السياسية سياتلواء بأن يجب المحافظة على السناء من خلال تنميتها وتأمينها جيدا كي تكون دافع ناجح نجاح الاستثمار وتوافض المواطنين إليها وتتحدث عن ضرورة إنشاء حزام من الأرض غرب الحدود المصرية الفلسطينية بعمق عشر كيلومترات داخل أراضي المصرية وأيضا يعني إقفال كل الأنفاق التي تستخدم لتهريب الأسلحة كما سبق وقال دكتور مجدي الآن خطة كما يتم الحديث بأن بالفعل الجيش المصري قد أغلق معظم الأنفاق تقريبا بحدود التسعين أو خمسة وتسعين في المئة من الأنفاق قد تم إقفالها مع قطاع غزة ألا يعتبر هذا إقفالا لشريان حياتي أساسي لقطاع عربي يحتاج إلى مصر كداعم له؟ حضرتك إحنا جميع المصريين ومصر جميع المصريين ومصر قدمت القادرة الفلسطينية الكثير والكثير الشعب الفلسطيني كشعب إحنا نقدره تماما متعايش معنا في مصر من زمن طويل المشكلة الموجودة من يقود قطاع غزة منظمة حماس أول منظمة في تاريخ المقاومة في العالم تنشق على المقاومة الوطنية وبلدها تحت الاحتلال لم يحدث في التاريخ في العالم إن في منظمة تنشق على منظمات التحرير الأخرى ولازلت دولتها تحت الاحتلال دي نقطة واحدة منظمة حماس هي تمثل إخوان مسلمين غزة وبالتالي هي أخذت من مصر عدو فهي فقدت مصدقياتها عند الإنسان المصري ناس التاريخ مصري في القاضية الفلسطينية على مدى سنوات طويلة تقترب من مئة سنة وتضحيات الشعب المصري كانت أساساً من أجل قاضية فلسطين سيد لواء هو الموضوع يتعلق بحماس أم بالإنسان الفلسطيني داخل غزة لا يا فان هو النهاردة الإنسان الفلسطيني حماس بتضره لأن حماس استدارت بسلحها مش من النهاردة مش من 25 يناير ده من قبل ذلك وكان فيه حوادث قتل للحرس الحدود وللشرطة المصرية بالقنص من الجنب الفلسطيني وكانت هذه المشكلات أو الحوادث كانت بتحل في مفهوم هو الإخوة العربية لكن هذا لم يحدث استمرت حماس في تدعيم عناصر الإرهاب ومدها عن طريق الأنفاق فبالتالي الأمن القوم المصري لا يمكن أن يسمح إطلاقاً بذلك لأن معنى كده أننا تبقى مصر مهددة من أشخاص أو منظمة كانت المفروض تكون صديقة لكن الأيدولوجية بتاعتها بالتعصب للإرهاب ثابت الأضاية الفلسطينية الأساسية المتضرر من الشعب الفلسطيني وأضرته وأضرته مع مصر فلذلك النقطة لحضرتك مشكورة أشارت عليها بالحزام الأمني مسافة 10 كيلو غرب بالحدود المصرية وبطول الحدود هذا يلزم للقضاء على الأنفاء وعلى الإرهاب وخاصة أن هناك ما يستغل المباني الفلسطينية آسف المباني المصرية المجورة للحدود الفلسطينية أنه يحط عليه قناصة لإستياطة جنود المصريين شرطة وجيش وهي بيوت ملاصقة للحدود كما هي طبيعتها الجغرافية هنا ما هو البديل كيف يمكن لمصر أن تساعد هذا القطاع مع كل التضييق الإسرائيلي مع كل ما تمارسه إسرائيل على سكان قطاع غزة ما هو البديل عن هذه الأنفاق غير الشرعية كيف يمكن أن يتم تحسين معبر رفح أيضا البديل أفندم هنا حضرتك أهلنا المصريين في سيناء يموهم الأمن قوم في سيناء وفي مصر لأنهم جزء مننا إحنا كنا مصريين سواء كنا في سيناء كنا في القاهرة كنا في أي جزء من مصر فبالتالي نستطيع استعباضهم بأرض أخرى داخل الحدود المصرية غرب رفح وفي اتجاه العريش وفي أماكن أخرى وسيتم عمل كل الطلبات الخاصة بهم تبقى لطبيعة البيئة السينوية واسلوب حياة تاعتها وسواء عواضوا سنسل من أماكن أخرى وهذا تم في مناطق أخرى في مصر سابقا من سبيل الأمن القاوم المصري وأنا عارف أن هناك ناس كتير منهم جدا وطنيين وحيوفق على ذلك لأن هناك من يستغل هذا ضدهم هما شخصيا لأن الأمن في سيناء مهم عشان نبدأ التنمية أما بالنسبة للفلسطينيين حضرتك هناك قلمات شرعية معبر رفح رفح فيه الاتباقية الدولية بتنظمه مشتركة فيها السلطة الفلسطينية مشترك في الاتحاد الأوروبي مشترك فيها مصر وكافي جدا في فتحه بالاسلوب القانوني دون إرهاب لتغطية المطالب الخاصة بشعب الفلسطيني سنعود إلى هذا النقاش مشاهدين ولكن سنتوقف قليلا مع فاصل قصير ونعود لنتحدث أكثر عن العمليات العسكرية في مصر للجيش المصري وأيضا ربما نتطرق إذا سمح لنا الوقت إلى الشق السياسي نعود من جديد إلى حوار الساعة والحديث عن مصر نستقبل في السوديو دكتور مجدي حمد وهو رئيس مجلس أمناء الجامعة اللبنانية الدولية ومن القاهرة اللواء ممدوح زيدان وهو خبير في إدارة الأزمات دكتور مجدي كنا نتحدث عن موضوع سيناء قبل الفاصل والخطر الأمني الذي يستشعره المصريون من خلال الضفة الأخرى من الحدود أريد أن أختم هذا الموضوع مع السياسة يعني طبعا كل أمور تحل أيضا بالسياسة هل اليوم أو بالأحرى لماذا برأيك حماس لم تبدي يعني على رغم كل هذا الخطر الذي شكله قفال الأنفاق وتدميرها ويقول رئيس بلدية رفح الآن يعني المعلومة واضحة لدي يقول أن الجيش المصري دمر 95% من الأنفاق صحيح وهذا يعني بحسب اعتراف رئيس بلدية رفح لماذا حماس لا تقوم بمبادرة تجاه يعني الحكم الجديد في مصر أن تغير في سياستها لكي تحافظ على حياتها بالنتيجة طبعا نمر واحد لازم نقول بدل ما نقول ليه ما يسيبوا المعابر عشان أخواننا الفلسطينيين ويبقى المسألة مسألة شافقة لا من خلاف معبر الشرع نضغط عن نظام في مصر ونقول لا افتح الشرع وده اللي حصل بعد الثورة مباشرة الـ 25 كنون الثاني أن تفتح المعبر وده كان بدلت حسن نية من النظام الجديد في مصر أنه لا يليق أنه نقفر مع لكن إلى جانبه يكون في 1,800 نفق ثم دي أصبحت تجارة جديدة لحماس لأن أنا فيما أعلم أن السيارة النقل الكبيرة أو الكاميون بيعدي بـ 40 ألف دولار فإذا بقى ده في مورد مالي ضخل لحماس بقى لها مصلحة وهو أصبع زي التجار أنا في كل الندوات اللي طلعت فيها من وقت هذا الانقلاب اللي عملتها حماس وأنا راجل بالمناسبة أنت من المقاومة نعم كنت بقول واهم اللي يتصور فينا فيه مصلحة من فتح وحماس نعم إلا يتصورنا مصلحة من المشروع الصهيوني الأمريكي ومشروع المقاومة لا يمكن يكون فيه ولذلك في هذه الدرجة يعني طبعا ولذلك الانشقاك في مصلحة وأنا لم أعرف يعني سيادة اللي أتكلم مع الموضوع للانشقاك أنا لم أعرف حركة التحال الوطني في التاريخ تعمل اتفاة هدنة مع العدو وده معلم مش سر يعني إزاي حماس تعمل هدنة مع إسرائيل في غزة فإذا لما نيجي نتكلم في ما حصل في غزة مؤخرا يعني من خلال الوساطة لا أنا بس عاجة أكمل موضوع بدلة حسن أنها بدأت من الثورة أنها تفتح المعبر الأساسي عشان ما يبقاش المسألة حرام عليكم وأهلنا في غزة لا ما هم أهلنا برضو ومصر يعني ضحت من أجل القضية الفلسطينية ما لا يتخيله أحد وطبعا ليس بالمناسبة ما هيش مجرد يعني إرضاء نخوة للأشقاء ولا لا ده أمن مصر القومي موجود في المشرق ولما تحسيبي كده من أيام الهكسوس والتطار والمغول والعثمانيين كله جاي من المشرق من الشام إلى مصر ويبدأ التحيير من مصر وطرد هؤلاء الغزة فده أمن مصر القومي ما نقولش أنه بتعمل ده يعني حاجة جدعانة مع الفلسطينيين سيجلز التعبير فبدلت خاصة أنه يتقابلت بإيه بتفجرات شرم الشيخ اللي تمت في عهد الرئيس المبارك بتضرب المورد السياحي لمصر بتفجر وتلات على الناس أبرياء ما نمش ندخل في حاجة طب أنا في الواقع كنت أتمنى أن يكون معنا أحد من حماس لكي يدافع عن وجهة نظرها ولكن كانت هناك مواقف وقد استمعنا إليها في الإعلام عن إيجاد أو العثور على بعض الصواريخ أو الأسلحة التي عليها كتائب القسام وقد تم النفي من قبل المتحدثين باسم الحركة تحديدا فوزي برهوم نفى هذا الأمر وقد استمعنا إلى هذا النفي يعني كنا نتمنى أن نستمع إلى وجهة النظر الأخرى لكي لا تكون وجهة النظر فقط مقتصرة على ما تتفضلون به ضيوفنا ولكن يعني في كل الأحوال سأعود أكثر للدخول في ما يحصل من عمليات عسكرية معك ستلواء فينانشل تايمز هنا ربما أذكر هذا المصدر يعني العالمي متخوفة كما الكثيرون من أن تتكرر حوادث التسعينيات في مصر من مواجهة بين السلطة والإسلاميين هل برأيك العوامل هي نفسها بينما حصل في السابق والآن وهل هناك شرارة لاشتعال الوضع أكثر لاشتعال الأرض المصرية أكثر وللمواجهة أكبر بين الدولة والإسلاميين مع كل هذه الأسلحة التي يمتلكونها والتدريب هم حضرتك يعني هم حضرتك عايزة أوجه نقطة هم بيعملوا هالة حوالين إمكانياتهم هي إمكانياتهم حقيقة هذه جامعات الإرهابية إمكانيات ضعيفة جدا إذا قرناها بإمكانيات القوات المسلحة المصرية ومع عناصر الأمن الأخرى والخبرات الموجودة لدينا من الماضي خبرات كبيرة جدا ولن يستطيعوا أن يكرر الماضي هم بيحاولوا وبيعتقدوا أنهم هنجحوا بنفس الطريقة لو بصينا فاندم كده وعملنا تحليل علمي هنلاقي أن التكتيكات الماضي هي اللي بتتمي دلوقتي من اختلاف الزمان فقط ليس أكثر من ذلك وهذه النقاط ومجرد تحديدها بدقة حماية للأبرياء من أهلنا هتلاقي حضرتك هناك عمليات حاسمة ضدهم تماما وكل ما يشاع وبيحاولوا يدون نفسهم قوة وهمية ده عبارة عن كلام إعلامي ألا غير منه ألحاء لماذا لا يعرفهم أنهم ذو قوة على الأرض هم ليس لهم قوة على الأرض هم كلهم في جانب والشعب المصري كله 95% أحد الخبراء وهو بحث في جامعة هارفورد يقول الفينانشل تايمز بأن في التسعينيات كان التمرد المسلح مركز يتبع فصيل معين أما الآن فهو خرج عن إطار المركزية وأصبح يتمثل في وجود سلسلة من الجماعات المسلحة والمتشددين وهذا الأمر لا يمكن يعني لا يمكن معالجته وهو مرتبط بالجهاد العالم يعني أصبح أكثر قوة وأكثر تنظيما وأكثر فتكا مع احترامي لرأيه فأنا طبعا غير متفق معاه تماما ده هو تصوره نتيجة وجوده في الخارج ويمكن يتابع وسائل إعلام معينة لا تقول كل الحقيقة وبعضها عربية للأسف لكن على أرض الواقع القوات المسلحة المصرية وعناصر الأمن المسيطرة تماما على الوضع مصر مليون كيلو متر المربع فيها أربعة تلاف كيلو متر حدود منهم ألفين حدود برية وألفين حدود ساحلية وأكثر شوية فطبعا ما يتم على أرض الواقع فهو فيه سيطرة كاملة وفيه تعامل مع كل هذه البؤر بعلم وبدقة متناهية أنا واسخ من ذلك لكن طبعا مش حادر أتكلم على هذه التفاصيل لكي أقنع الصحفي اللي بيتكلم على اعتقادات أو تحليلات فهي طبعا مسألة وقت بالنسبة لنا واذا لا تأتي من الأسلوب الحريص التي تتبعوا القوات المسلحة المصرية لكن القوات المسلحة المصرية إذا أطلقت لنفسها العنان في القوة اللي لديها سينتهي الموضوع في أيام لكن احنا مش هدف لنحجينا موجودين ماذا يعني ما الآن هي تستخدم القوة لم تستخدم كل القوة التي تمتلكها إلى الآن القوات المصرية فسر لهذه النقطة القوات المسلحة المصرية بتتعامل بتكتيك يتناسب مع طبيعة هذه البؤر الإجرامية لكن هي قواتها الرئيسية وقواتها الضاربة لا زالت حتى الآن في مكان الانتظار لم نحتاج إليها حتى هذه اللحظة لم تحتاج إليها القوات المصرية لأن العمليات تكون سهلة وقادرة على أن تحسمها بشكل سريع الجزء المخصص من القوات لمواجهة تجيل العمليات قادر على إنها واضح سيادة اللواء أن لديك الكثير من المعلومات ولكن واضح أيضا أنك لا تريد أن تتحدث فيها نظرا لأنها ربما معلومات سرية ولكن أعطني بعض التفاصيل عن أعداد هذه الجماعات هل أنت واثق بأنها لن تستطيع أن تعبث بالأمن المصري على رغم كل التخوفات التي تصار من حولها ولكن هي استطاعت أن تضع سيارة مفخخة وأن تقوم بعمليات تعبثت فيها بالأمن كثيرا يعني أعطني حجة واحدة ترتكن إليها أو تركن إليها لكي تكون واثقا إلى هذه الدرجة يعني حضرتك طبيعة العمل الإرهابي بيلجأ إلى العمل الجبان أنه يتصيد نقطة الضعف والتي عملية صغيرة تعمل صدق إعلامي لكن هي تأثيرها العسكرية وزيرها على الأرض الواقع حقيقي صفر أقول حضرتك مثال ما عاد سلوات المتحدة الأمريكية أخيرا في البحرية الأمريكية نعم وداخل مبنى البحرية الأمريكية عملية إرهابية دوافحة مختلفة هل تؤثر في كيان البحرية الأمريكية بالتأكيد لا دكتور مجدي أعود إليك في السؤال بما أن ستلوات تحدث عن قوة الجيش المصري هل اليوم نستطيع أن نقول أن الجيش المصري هو الممسك بزمام الدولة يعني الآن هو الذي يخطط ويتحكم بكل الأمور وهل هناك يعني هواجس البعض مشروعة في أن يتخوف من أن المستقبل ربما يكون الحكم عسكري أكثر لا أعطاك ذلك طبعا لأن نحن نتكلم على الجيش المصري وكأنه معزول عن البلد في 22 مليون حركة تمرض يطلبوا بإسقاط مرسي 33 مليون تلوع في الشوارع يطلبوا بإسقاط مرسي فما ينفعش يقولوا الله الجيش سيطر لا الجيش أولا جزء من هذا النسيش عمي وأخوي وابن أخوي وابن عمي وما إلى ذلك يعني ما لابناش مرتزقة من برة عشان يشتغل وبرضو من الظلم الذي حصل في مصر النهاردة أننا يجنوا الله قائد الجيش هو الذي يتحكم في كل شيء بالعكس عمل عملية محدودة أجال فيها نظام الديكتاتوري الذي عمله الإخوان المسلمين وابتدأ الجائد العون فابتدأ تعابل معهم بحكم وظفته ووجهز الشرطة ووراهم الشعب المصري بأكمله فيما عدا القلة طبعا اللي هي ملتزة بنظام الإخوان المسلمين وبمضي الوقت بيكتشف حتى هذه القلة أن ده نظام فاسد يعني يتعاون مع الأمريكان ما الذي يجعلك واثق من أن الأمور لن تفلت ويذهب أيضا الجيش المصري إلى نظام عسكري جديد يعني طبعا في كذا حاجة الحاجة الأولى أن فيه وعي متصاعد إلى أن كفيان حكم عسكر أنا نفسي وأنا معارض تماما لمرسي ويوم انتخابه قلت دي كارثة بلا حدود يوم انتخابه حتى كنت مع A&B مع زينة فياض من عشر تيامك قالت من السنة فاتت قال كذا وهو واضح أن الرجل كان كارثة بلا حدود وقلت أن الميزة الوحيدة ليزا كان دي ميزة هي أن نقف نقصر سلسلة حكم العسكر دكتور مجدي إذا تطرف الجيش في حكمه سيذهب الشعب مجددا إلى ثورة جديدة هذا ما تقوله هذا ما تقوله هذا ما تقوله الذي يقوله إنقلاب عسكري بقول دايما لو كان الجيش نحاج لمرسي لتلاتة ودرتين مليون ترع ضد مرسي وضد الجيش مع بعض سيادة لواء هل تؤيد بأن يترشح وزير دفاع عبدالفتاح السيسي إلى رئاسة الجمهورية كما يطالب البعض الآن في مصر أنا طبعا هذه النقطة مطروكة لسيد وزير الدفاع بنفسه هو اللي قرارها هو أعلم أنه مش هيرشح نفسه وإن كان هو كرابر سياسي عسكري يصلح وعايز أقول حاجة لم يكن في مصر إطلاقا حكم عسكري بالمعنى الذي يروجه البعض حكم عسكري له معنى عندنا في الدراسات استراتيجية أن يكون من رأس الدولة لغاية أقل مستوى يحكم يرتدي الزيل عسكري وله ردبة أما أن يكون رئيس الدولة من أصول عسكرية فده عادي جدا موجود في جميع دول العالم الوقت المتحدة الأمريكية نفسها من أنجح رؤسائها جنرال دويت أيزنهاور نعم وجورج بوش الأب كان زاب الطيار وكمان كان فيه الفنان يعني رونالد ريجان نعم فإذا هنا التعيين كرئيس دولة من أي مهنة دكتور مرسي فشل هل نقول أسازة الجامعة والمهندسين ممنوع طيب عايز أقول كمان نقطة حضرتك أنت تؤيد ترشيحه أنت تؤيد أن يترشح للرئاسة سمحت لي خمستاشر ثانية أقول أن جميع ملوك الدول الإسكندنفية والأمراء خارج سانت هيرست أكاديمية سانت هيرست العسكرية في إنجلترا لماذا؟ لنرؤي الاستراتيجية أنا لأي حكاية تؤيد بس أنا عايز أقول كلمة إقصاء العسكر أنت بتقصي عسكر غير مقبولة إحنا عسكريين زي أي محامي أو دكتور أو مهندس أو طبيب يرى في نفسه القدرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية لإدار الدولة بس هذه النقطة أريد منك رد على هذا الكلام لعمر حمزاوي عضو جبهة الإنقاذ يقول أن ترشح عسكريين سيلحق دررا بالغا بالمدنية السياسية في مصر وقد يقضي على التحول الديمقراطي ويعمق قياب التوازن بين العلاقات المدنية العسكرية ويحض من احتمال دفعها دستوريا وقانونيا وسياسيا باتجاه ديمقراطي حضرتك الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا حكمها قيادات لها من الأصول العسكرية وينجحوا جدا وكانوا من أسباب نحدة هذه الدول ما حدش قال هذا الكلام الأمير شارلز وأولاء العهد في بريطانيا هي أم الديمقراطية في العالم أحدهما كان في البحرية الأمريكية وحارب في حرب فوكلند والأصغر كان موجود في دم المشاة البحرية آسف البريطانية عفوا على الخطأ اللفظي كان في البحرية البريطانية وحارب في حرب فوكلند والأمير الآخر الأصغر كان في مشاة البحرية البريطانية وكان في حرب العراق وهم ملوك المستقبل في نفس الوقت فندم المملكة الأردنية الهشمية العظيمة الملك حسين رحمة الله عليه وأبناءه الملك عبد الله خارج أكاديمية السنة هيرست العسكرية لماذا يا فندم؟ عشان دراسات السياسية الاستراتيجية التي تدرس في هذه الأكاديميات ومن ضمنها أكاديمية ناصر العسكرية العليا أكاديمية كبيرة بيزورها ناس كثيرين من قادة العالم وبيدرسوا معنا فطبعا هذه الحاجة التي تراحها الأستاذ الزميل عمر حمزاوي أنا آسف أنا معطرد عليها تماما ومختلفة جزرياتا وده موجود في كافة دول العالم وآخر تجربة نراها على الأرض الواقع فندم النجاح الكبير من هو في لديمير بوتنا فندم رئيس يدير دولة بستراتيجية واضحة وبجدارة سيدتلواء مقابل هذه النجاحات هناك أيضا ديكتاتوريين يعني عسكريين هذا ما يخشى منه يعني لا يخشى من نجاحات يخشى من أن تتحول هذه السلطة وهي في عالمنا العربي للأسف تتحول إلى ديكتاتورية عادة يعني لا يتم استغلالها بشكل شيء حقول لحضرتك حاجة في عندنا نعمل التفكير لدى القيادات في حاجة اسمها التفكير السطحي ينزغ دائما إلى الماضي أما تفكير زوء الأبعاد السلسية دائما بيرى المستقبل للفتاح السيسي من أي فئة ينتمي؟ من فئة نظر السلسي الأبعاد طبعا نوراجل استراتيجي سياسي عسكري هو مش هتقدم دلوقتي لكن وفرد بعد سبع سنوات أو ثمان سنوات وتقدم لا يتقدم الآن في هذه المرحلة سيتقدم فيما بعد هذا تقديرك أم معلوماتك؟ ده حق أي إنسان يا مسؤول أنا حضرتك ممكن أن أتقدم أنا أقول لحضرتك مثال إن شاء الله سيطلبها دكتور باستي دعنا نسرك فقط في هذا الحوار أنا أقول لحضرتك دي مدعبة بس دي مدعبة بس لن نعلنك مرشح الليلة يعني عبر الميادين للرئاسة دكتور مجدي فنسنشكك في هذا الحديث أريد أن أعرف رأيك يعني بمسألة الترشح تحديدا أنا بقاطة مع التقم المدني والمسألة مش إن إحنا ضد العسكريين لأ إحنا ضد أن يقفز الجيش الجيش كمؤسسة إلى الشلطة وده لأسود سيادة اللواء إن إحنا ضد إن الجيش يحكم من أعلى وظيفة إلى أدنى وظيفة ويمكن ده اللي حصل مثلا مع صورة 53 تموز وأنا راجل نصري حتى النخاع ويمكن بقول أن من أكبر ميجاد جمال عبد النصر أنه خرج من رداء العسكر وبقى يتشرف كزعيم مدني بصفة خاصة بعد حرب 56 وحتى من ناحية الشكلية خلعت تماماً إزاي العسكري وبقى لابس إزاي مدني وقال حاجة فاصلة بعد انفصال السوري اللي عايز يستمر في الجيش يبس مدري عسكري وخش وميقرق شي ولا عايز يشتغل بالسياسة يشتغل بالسياسة وقال نجحت بعد خمس سنين أنه نبعد الجيش عن السياسة نعم فإحنا ضد إن الجيش بقوة الجيش يقفز إلى السلطة لكن الفريق أول عبد الفتاح السيسي وأنا أصدق في كلمته ووضع حاجة مشطلق فيها لما قال أنني أعتز بشرف حماية الإرادة الشعبية كما حدث في 26 تموز أكثر من شرف حكم مصر وبالتالي هو منفضل أن يبقى في حماية الإرادة الشعبية كما حدث بعد ذلك على اعتبار أن حكم مصر هو طبعا ممكن يصلحه أنا ضد هذا الحنين إلى زعيم وطني نشأ وعمل دور وطني أنه فجأة أقول والله خلاص أنا هو دا اللي يحكمنا لأن للأسف الشديد فيه فراغ خيادة في مصر وثم أن السياسيين كمان جزء من بضعف الأزمة ما هماش على المستوى للأسف الشديد كلهم الغالبية والعزمة منهم يعني يعني لا ترى في أحد من السياسيين ممكن أن يكون رئيس جمهورية مثلا وأن يحكم مصر هي المسألة أقول لك ببساطة شديدة لأننا العمل الحزبي والعمل السياسي بشكل عام حسني مبارك خلال 30 سنة أضع عليه تماما فما لا يوجد تفريخ للقيادات وما لا يوجد تنشاء للقيادات القيادات التي أفرزتها الثورة ما هو للأسف الشديد دي الفجوة الكبيرة أن قيادات الثورة في الغالبية العزمة منهم شباب وكنا بنقول دائما أن هذه الثورة نادرة في التاريخ ليه لأن ما لهاش قيادة واضحة ولا لها تنظيم واضح ولا لها إديولوجيا واضحة لأنها كانت أقرب إلى الجبهة وفي غالبيتها العزمة كمان هذه الجبهة من الشباب وده ظهر إمتى لما جات الأحزاب تشكلت أحزاب عديدة جدا ملاقمش حزب الأولاء الشباب الثور لرغم أنهم الأغلبية ولما جات انتخابات الرئاسة لأينا كل شخصيات تنتمي إلى الماضي مع طعم تأديري واعتزازي بأغلبية هذه الشخصيات لكن كلها يعني مثلا أنا أعتزي جدا بعمر موسى لكن في النهاية كان وزير خارجية مصر عاد في عشر سنين وأمين عام جامع عربي عشر سنين والسفير مش عارف قبل إيه وعب من عم الفتوح كان فين وهكذا لما نقعد نعد أكثرهم شبابا حمدين صباحي الداخل على الستينة دلوقتي إذا افترضنا أن هذا عنصر في العمل بما أننا نتحدث عن موضوع الترشح والرئاسة لابد أن نتوقف عند موضوع مهم جدا أيضا ساتلواء يتعلق بالعلاقة المصرية الأمريكية مؤخرا حصل اتصال بين وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل وأيضا الفريق أول عب فتاح السيسي وكان هناك تجيع من قبل الولايات المتحدة وهذا أمر ملفت جدا على الاستمرار في العملية السياسية والخريطة الطريق التي وضعتها القوات المسلحة يعني الخريطة السياسية طبعا ويعني كان يعني كأن إشارة البعض أو تم تسريب عبر الصحافة بأن الأمريكيين غيروا وجهة نظرهم تجاه كل ما حصل في مصر في الفترة الأخيرة وربما هو طبعا انعكاس ما حصل في سوريا والاتفاق الأمريكي الروسي ما رأيك أنت أين أصبحت الآن العلاقة الأمريكية المصرية وما الذي يدفع الأمريكيين إلى الإبقاء على هذه العلاقة جيدة حضرتك أولا الخارطة الطريق التي أقررتها القوات المسلحة هي أساسا إرادة الشعب المصري أحب أن أوضح هذه النقطة وطبعا واضح فيها التوجه إلى الدولة المدنية بتعيين الأستاذ المحترم المستشار عدلي منصور الرئيس المحكمة الدستورية العالية رئيس معقاطة الجمهورية دي واضحا طبعا الإدارة الأمريكية لأسف الشديد في البداية ما كانش عندها تصور استراتيجي صحيح عن الوضع في مصر يبدو أن هناك تحليف المعلومات التي كانت تصل اليوم خاطئة أو كانت مغلوطة أو كان عندهم اعتقاد أن الوضع في مصر وضع مقلوب أعتقد أن أهمية مصر الاستراتيجية كمركز العالم عبر عليها يعني نقدر نقوم فردريك الثاني مالك بروسيا سنة 650 تقريبا لما قال إذا أردت أن تدمر الوطن العربي أدرف القلب وشاور على مصر إذا دم أوقعها الاستراتيجي إذا كانت الولايات المتحدة ستفتقد الرغة الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط لأهمية مصر فهي الخسرة فأعتقد أن هم أدركوا هذه النقطة أخيرا وموقع مصر الاستراتيجي عبر التاريخ وليس التاريخ الحالي من قدم الزمان لا يستطيع أحد أن ينكر أهميته وأقلقهم الانفتاح المصري على روسيا أيضا انفتاح المصري موجود على روسيا من زمان ومع كثير من دول العالم بالكامل وأيامها كان رئيس مدفيدف موجود في الفترة الانتقالية بينه لبد البيع مع رئيس بوتن كان فيه اتفاقية التعاون استراتيجي ولازلت موجودة بين مصر وروسيا سأختم في موضوع معك دكتور مجدي تبقى فقط دقيقتين من الوقت للأسف ولكن بما أنا سنعود إلى نقطة البداية وما أعلنه وزير الأوقاف المصري عن إلغاء تصريح أكثر من 55 ألف مسجد إمام مسجد وزاوية خوفا من أن هؤلاء يبصون أيضا أو يميلون إلى جماعة الإخوان المسلمين ماذا يمكن أن تخبرنا عن هذه النقطة؟ هل هناك فعلا الكثير من الأئمة يعني بازالوا يدعمون الإخوان بشكل علني ويحردون أيضا على عودة الرئيس محمد مرسي وما هي خطورة 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 جهل لا شوفي أنا أسكن في بيت في القاهرة نمتلك شائعة في بناء ضخمة وفيه تحت مسجد ودى الأسف معمولة عشان نتهروم الدرايب اللي بنوا لأن في الممصر بتعمل المسجد أخذ نصف الباركينج وعمارة مخالفة وعدين من يضعش نهد مسجد المهم أننا بمنذي الوقت بسيط لقيت الناس افترشوا بيدقون الطويلة دي ويعملوا قرآن كريم على قراءة الطريق وعدين يبيعوا كستات وعدين يجبوا مجمعات من الكتب وابتدت المسألة تحاول إلى مستوطنة نعم وبنتي بتزل تصلي فيه إنساء ورجال في المسجد ده فابتدوا برضو الزن عليها أن يا بنتي ليه ما تتحجبيش طبعا مش ضد الحجاب لكن نعم وهي لسه في تاني أعدادي نعم يعني هذا هذا مثل عملي مبارد مثل عملي إن إزاي يبتد يحط مثلا يبني حاجة بعد كده يحول إلى كذا ثم يتزع في النهاية بذلك كانت ضرورة تتخذها المسألة بقى إنه أنا مرة برضو خلينا ديك مثال عملي بأخذ ولادي رايحي نصال للجمعة فالإمام بيقول إنه الموسيقى حرم وقد حرمها القرآن الكريم في ثلاث مواضح فأنا طبعا اتشدت يعني القرآن مش حتى مع طبعا كل الاحترام للحديث الشريف لكن القرآن فأنا تنبهت عشان نشوف إيه ثلاث مواضح فأول حاجة قالها اشتنبوا كثيرا من الله يا ساد ما هو الله وإنه الموسيقى فطبعا أنا والله كدت أخذ أولا دي وقر لأنه ده بيشوه وعيهم مش مش بيوعيهم في إحدى غزوات الرسول في مطرب زي عرحيم حفظ أيامنا كده اسمه أنجاشة بيغني والنساء بيتميرن طربا كان وجوز من الحمل فالرسول على السلام يقول له رفقا بالقوارير يا أنجاش القوارير اللي هو الحاجات الزجاج الرفيعة أو يسبح النساء أنهم قوارير مش قال له مثلا إيه لتلأدب دي أنت تغني دكتور مجدي أشكرك مع هذه القصة التي وضحت لنا الصورة أكثر أشكرك على مشاركتك معنا دكتور مجدي حمد رئيس مجلس أماني الجامعة اللبنانية الدولية وأيضا سيطلواء أشكرك محمود زيدان خبير في إدارة الأزمات كنت معنا من القاهرة شكرا على هذه المشاركة وأنتم أيضا مشاهدين شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة